بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في إثراء الثالث طبعا في الإثراء الأول والثاني أخذنا الأدب القديم عرفنا عصر جاهلي وعصر أموي وكذلك عصر العباسي أخذنا فيه وعرفنا في صدر الإسلام طبعا جاهلي وصدر الإسلام ثم الأموي والعباسي اليوم ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكتاب أيضا نتحدث عن أهم الموضوعات التي أخذناها أو نعرج على ذلك نستذكر أغلب هذه الموضوعات في الأدب الحديث طبعا أدب العربي بشكل عام ثم بعد ذلك نفصل في الأدب السعودي وكيف ظهرت أيضا هذه المدارس والاتجاهات وما إلى ذلك يشاركونا في تقديمي هذا الدرس في لغتي الإشارة الأستاذ محمد القبيش الوحدة الثانية الوحدة الأولى الأدب القديم ووحدة الثانية هنا الحديث فيه عن الأدب الحديث عن الأدب الحديث طبعا بداية عوامل نهضة الأدب العربي في العصر الحديث في البداية كان الأدب العربي شعرا ونثرا قد بلغ في نهاية القرن الثاني عشر أدنى المستوى له في العصر الجاهل ومن خلال العصور وظهرت طبعا منذ القرن الثالث عشر كما عرفنا هنا بداية النهضة وحتى اليوم عوامل عدة ساعدت على تطوره وتعدد أساليبه وتباين قوالب حتى بلغ ما بلغ من المستوى نحصر أهم تلك العوامل فيما يأتي الاتصال بالغرب البعثات والترجمة عن طريق البعثات والترجمة والاستشراق كذلك التعليم أيضا الطباعة والصحافة والمكتبات ومجامع اللغوية والعلمية أو العلمية واللغوية طبعا هنا فنون الشعر العربي الحديث أهم الفنون الذي ظهرت فيه الأدب العربي بداية الشعر قبل النهضة يعني استمر الشعر خلال النصف الأول من قرن الثالث عشر الهجري على الصورة السطحية في المعاني وتكرار الموضوعات التي كانت مثقلة بالزخارف اللفظية في الشكل كما كان سمة الشعر في العصر العثماني أبرز شعراء حسن العطار وحسن قويدر وشهابد الدين ألوسي النصف الثاني من القرن الثالث عشر بدأت تظهر بعض الجوانب الفنية عند بعض الشعراء ومنهم محمود الساعاتي حاولت مجموعة كذلك من الشعراء التجديد وإظهار عواطفهم في أدبهم مع وجود المحسنات والزخارف ومنهم عبدالله فكري الشعر في عصر النهضة استطاع الشعر العربي منذ نهاية القرن الثالث عشر الهجري أن يرتقي ويكون صورة لعصره ومرئاه لأصحابه فنًا وموضوعاً قد كان الشعر العربي في عصوره الأولى مقتصراً على نوع واحد هو الشعر الغناي ثم ظهر في العصر العباسي الشعر التعليمي وبعضهم عده نظماً أنه يفتقد العاطفة والخيال وفي العصر الحديث ظهر نوعان جديدان هما الشعر المسرحي والشعر الملحبي وهنا استعراض لي أهم فنون الشعر العربي وأبرز موضوعاته الشعر الغناي الذي يتناول الأغراض العاطفية من مدح وفخر وغزر ورثاء أهم موضوعات الشعر الغناي في العصر الحديث الشعر الديني يشمل الفخر بأمجاد الإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم والمناسبة الدينية كرمضان والحج والعياد ومحاربة الفساد والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة الشعر الوطني وفيه برز أيضاً أثر الظروف السياسية التي عانى منها العالم العربي أهم أبرز موضوعاته مقاومة الاستعمار الأجنبي حتى الاستقلال الشعر الاجتماعي تطرق هذا الشعر إلى موضوعات عدة مثل وضع المرأة والفقر ومحاربة الجهل الشعر الوجداني وهو الشعر المعبر عن العواطف ومنها الحب والشوق للحبيب وشعر الهجر والوصال والذكريات الجميلة والمر بعد الفراق النوع الثاني هو الشعر المسرحي الشعر المسرحي مسرحية لكنها عن طريق الحوار بين الشخصيات يكون عن طريق الشعر قصائد على الألسانة الشخصيات لتمثيلها المسرح أول من عرفه طبعا بين الأم اليونان لم يظهر في أدبنا العربي الحديث حتى أدخله أحمد شوقي في السنوات الأخيرة ومن حياته بتأليف سبع مسرحيات خمس منها شعرية ثلاث منها تصور العواطف الوطنية وهي مسرع كيلو بترة وقمبيزو علي بكر كبير واثنتان تصوران العواطف الوجدانية ثم جاء عزيز أباضة فألف من نمط الوطني شجرة الدر ومن النمط العربي قيس الأبنى والعباسة والناصر وغروب الأندلس وقافلة النور واستمد من أدب الشعبي مسرحيته وهنا شهريار ألف عمر أبو ريشة مسرحيتين محكمة الشعراء وتاج محل وكتب عبد الرحمن الشرقاوي مسرحية منها مأساة جميلة وهي البطلة الجزائرية والفتاة مهران الشعر الملحمي قصائد طويلة تحكي قصص أبطال عملوا أعمالا بطولية خارقة يمزج فيها الواقع بالخيال والأساطير أول من عرف أيضا الملاحم من يونان وأشهر ملاحمهم الإلياذة والأوديسة لهوميروس وفي الأدب العربي لا توجد ملحمة مفهومها العالمي المعتمد على الخرافة والأسطورة ويضا الطول الكبير جدا ولكن توجد أعمال شعرية ضخمة يمكن تصنيفها ضمن شعر الملاحم وفي مقدمتها الإلياذة الإسلامية أو ديوان مجد الإسلام لأحمد محروع عند أحمد شوقي طبعا مطولة تسمى كبار الحوادث في وادي النيل عن تاريخ مصر ورجوزته دول العرب كذلك وعظماء الإسلام عن تاريخ العرب في أيام العبيديين كتب عمر أبو ريشة أيضا الملاحم البطولية في التاريخ الإسلام وهي 12 ألف بيت ولو اكتملت لك كانت من أعظم الملاحم طبعا في الأدب العربي وللشاعر اللبلاني كذلك بولي السلامة ملحمة بعنوان عيد الرياض لشاعر كذلك السعودي خالد الفرج ملحمة أحسن القصص هنا وكلاهما عن سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله واقع الشعر العربي في انخلال مدارسه الأدبية هنا المدارس التي ظهرت في هذا العصر أو في الأدب العربي وأبرز تجاهها تنوعت تجاه الشعر العربي في ثلاث اتجاهات أو مدارس كما سماها النقاد منذ القرن الثالث عشر الهجري استمرت خلال القرن الرابع عشر وهي مدرسة الإحياء ومدرسة الديوان ومدرسة الرومانسية طبعا الرومانسية وجدت لدى جماعة أبولو وشعراء المهجر مع بعضهم أما في القرن الخامس عشر استمر الاتجاه المحافظ على الشعر العربي الحديث وظهرت حركة الحداثة وتضمن الشعر الحر وقصيدة النثر وفيما يلي استعراض لواقع الشعر من خلال مدارسه وأبرز اتجاهاته مدرسة الإحياء تطور الشعر العربي مع النصف الثاني من القرن الثالث عشر بالطلاع الأدباء على كتب التراث والعربي القديم والشعر منه خاص وتوثقت علاقة الأدباء ورأوا فيه ورأوا فيه من جمالهم وجزالة فبدأ الشعراء محاولة التخلص من البديع والزخرفة اللفظية وترك القوالب الجامدة وأخذوا يحاولون التعبير الحر عن عصرهم وعن نفسياتهم رائد مدرسة الإحياء هو محمود سامي البارودي الذي استطاع التخلص من أثقال البديع والتعبير المكرر والأساليب الركيكة وإضفاء الجزالة والعذوبة المطبوعة في الشعري فصنفه النقاد هو من سار في اتجاهه ضمن مدرسة الإحياء طبعا سمت الإحياء لأنهم أحيوا القصيدة وعادوها إلى عصرها الذهبي وجعلوها متنفسا حقيقيا لعواطفهم ومشاعر أمتهم شعراء مدرسة الإحياء من ممسار على نهج البارودي أحمد شوقي محافظ إبراهيم وأحمد محرم في مصر ومحمد بن عثيمين إبراهيم الغزاوي وعبد الله ابن الخميس في المملكة العربية السعودية ومعروف الرصافي وجميل الزهاوي في العراق وشفيق جبري وخليل مردم وخليل الدين الزركلي في سوريا وإبراهيم طوقان في فلسطين ومحمد العيد الجباري وعلال الفاسي في المغرم العربي طبعا سمات مدرسة الإحياء محاكاة الشعر العربي القديم في عصره الذهبي وأوجي اكتماله قوة الأسلوب والعناية بالابتعاد عن أخطاء اللغوية والركاكة الأسلوبية استعمال قصيدة العربية المألوفة ذات الوزن والقافية الموحدين وكثيرا بالمقدمة الغزلية يعني أنهم حاولوا حتى مجارات الغزل والتساهل الغالب في وحدة الموضوع تناول الموضوعات القديمة وربط الشعر بمعالجة المشكلاته وتصوير آلامه وآماله طبعا ربط الشعر بالمجتمع مدرسة الديوان مدرسة الثانية مع بداية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ظهر جيل جديد مثقف ثقافة عميقة في الأدابة الأوروبية وقد رأى هذا الجيل وحياة الكون من حولهم بل جاءت موضوعاتهم تقليدية من مدحن وغزل عنامة الشعر العربي القديم وأن مدرسة الديوان ردت ذلك وآخذت يعني أنها يعني عابت على الشعر للمدرسة الديوان النظر أو العودة إلى القديم سمي طبعا اتجاه هذا الجيل الجديد بهذا الاسم لأن اثنين من رواده وهم إبراهيم المازني وعباس العقاد أصدر كتابا أسمياه الديوان في نقد مدرسة الإحياء وبث آراء هذا الاتجاه ويرى جيل مدرسة الديوان أن الشعر تعبير عن النفس بمعناها الإنسانية أن الشعر يعبر عن النفس فقط بمعناها الإنسانية وما يجل فيها من خير وشر وألم ولذة وأن الشعر كذلك تعبير عن الطبيعة وحقائق وأسرار مبثوث وليس أناشيد وطنية وقومية أهم سمات مدرسة الديوان للطلاع على الشعر العربي القديم لا سيمة أباسي دون محاكاته طبعا لم يحاكوا كما كان كذلك استفاده من الأدب الغربي وبخاصة الأدب الإنجليزي الدعوة للتجديد الشعري جدد في الشعر وفي موضوعاته الشكل والمضمون منه دعوته من الشعر المرسل كذلك الاتجاه للشعر الوجداني الذي تتضح فيه شخصية الشعر وعواطفي وأحزانه وألامه ويعبر عن النفس بمعناها العام ثم الاستعانة في مدرسة التحليل النفسي التي تقول بأن الإبداع الأدبي هو قدرة نفسية وتجربة شعورية وليس قدرة بلاغية يعني أن الإبداع هو قدرة نفسية وليس قدرة بلاغية ورواد هذه المدرسة برحمان شكري الذي أصدر أول دواوينه سنة 1327 بعنوان ضوء الفجر متضمن أن قصائد تعالج معاني إنسانية عامة بإحساس ذاتي يستلهم الطبيعة وقدم فيه تجربة فنية ترتكس على تجديد القوافي باستعمال الشعر المزدوج وحاول استعمال الشعر المرسل الذي يتقيد بالوزن ولكنه لا يتقيد بالقوافي في كل بيت قافية وقدم العقاد الديوان الأول للمازني الذي صدره على طريقتهم الجديدة مدرسة أبولو مع بداية العقد السادس من القرن الرابع عشر هجري ظهر تأثير الأدب الغربي في الشعراء العرب فظهرت جماعة أبولو طبعا أسسها أحمد زكي أبو شادي وكان من أشهر أعضائها أبراهيم ناجي وعليم حمود طاها ومحمود إسماعيل وأصدرت مجلة تحمل اسمها وهذا هدفها السموب الشعر العربي طبعا تأثرت هذه المدرسة بشعراء المهجر في أمريكا الشمالية والجنوبية الذين استلهموا المذهب الرومانسي وكان لمدرسة أبولو صدى في شعراء العربي ومنهم أبو القاسم الشابي وفي تونس والتيجاني بشير في السودان وعمر أبو ريشة ونزار قباني في الشام وحسن القرشي وطاهر زمخشري ومحمد حسن عواد في السعودية وإلياس أبو شبكة وبشارة الخوري في لبنان معظم نتاج شعراء هذه المدرسة في موضوعي الحب والطبيعة وتميزت لقتهم بالسهولة والموسيقية الرقيقة سمات مدرسة أبولو الثورة على التقليد أيضا والدعوة إلى الأصالة والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة سهولة التعبير في اللفظ والمعنى والخيال والرجوع إلى النفس كذلك بالاتجاه إلى الشعر الغنائي الوجداني أيضا العناية بالوحدة العضوية للقصيدة والانسجام الموسيقى واليقاع فيها التغني بجمال الطبيعة مدرسة المهجر كان الشعر العربي في المهجر يمثل امتداد الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديث والمهجريون طبعا هي أسر عربية هاجرت من سوريا ولبنان خاصة إلى شمال أمريكا وجنوبها في دفعات مستالة منذ العقد الثاني من القرن الرابع عشر كانت هجرتهم من أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية حيث كانت الحكومة التركية تمارس ظلمها وتعسفها في بلاد الشامي ما أدى لتفشي الفقر والجهل وسادر إحساس بالظلم كما تسببت مذابح سيف والتركية في هجرة مئات العلاف من الآشوريين السريان تمثل وجود أدبي العربي في أمريكا الشمالية بتأسيس الرابطة القلمية ومن أدبائها إليا أبو ماضي وفي أمريكا الجنوبية بتأسيس العصبة الأندلسية ومن أبرز شعرائها الشاعر القروي رشيد الخوري وهي أكثر محافظة على اللغة من المجموعة الأولى وبالرغم من أن الثقافة الغربية كانت المؤثر الأول على أدبهم فإنهم قد تأثروا بقوة بتراثهم الشعري القديم سماعة مدرسة المهجر الواقعية في التعبير والحياة والتجاوب مع الحضارة بشتى جوانبها التحرر والتساهل في اللغة والصياغة عند بعضهم وصاحب ذلك انطلاق في الفكر النظم على أوزان خفيفة والجديدة كالموشحات والتجديد في أوزان الشعر ونظم ما عرف بالشعر المنثور أثرت نظم الشعر في موضوعات بعينها كالحلين إلى الوطن والشكوى من الغربة هو الشعر الوطني والتأمل الفكري ووصف الطبيعة ومناجاتها الاحتمام بالرمز وهو الإشارة إلى فكرة معينة بالمحسوس تأثر من الفلسفة الغربية ومذاهبها الأدبية ومدرسة الرمزية في تلك الفترة موضوعات شعر المهجر الحنين الوطن الصراع في سبيل العيش الطبيعة الجميلة التأملات الفكرية في الحياة والناس وكذلك الشكوى حركة الحداثة الشعر الحر وقصيدة النثر مراحل حداثة مرة حداثة بثلاث مراحل المراحل الأولى كان من آثار مدرسة أبولو ومدرسة المهجر شيوع اتجاه الفن للفن ومذاهب فنية أخرى المدرسة الثانية ظهرت مع نهايات العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي دعوة صاخبة في الأدب الأوروبي والأمريكي خاصة تدعو إلى نوع جديد من النظام الشعري سمي الشعر الحر في بداية ثم وضع له مصطلح شعر التفعيل وهو شعر لا يلتزم بقافية معينة ولكن يلتزم تفعيله موحدة في البيئة قصيدة تجلى هذا النوع لدى شعراء من العراق وهم نازك الملائكة وبدر شاكر السياو عبد الوهاب بياتي وفي مصر صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي مرحلة الثالثة خلال العقدين السادس والسابع انتقلت حيوية هذه الحركة إلى لبنان من الثلاثة في ثلاث مجلات هي الأداب وشعر وحوار وكانت مجلة شعر أبرزها واشتهرها من خلالها عدد من الشعراء هذا الاتجام مثل يوسف الخال وشوقي أبو شقرة وأدونس ونذير العظمة ومحمد الماغوط في هذه المرحلة خرج ما عرفه بقصيدة النثر التي لا تلتزم لا بوزن ولا بقافي وتميل إلى تكثيف اللغة والنزوء إلى الغموض سمات حركة الحداثة الدعوة لانفتاح الشعر العربي على الأداب العالمية والتأثر بها الدعوة إلى تعميق لغة الشعر والتحرر من الأوزان القوافية الاتمام بالغموض والرمز الخروج عن المألوف والسائد اجتماعيا وأدبيا فنون نثر القصة الحديثة وأنواعها هو قصة قصيرة والرواية هو قصة طويلة أو القصة القصيرة جدا ما يسمى بالأقصوصة طبعا القصة هي فن نثري ذات هدفة تقوم من أحداث والشخصيات قصة قصيرة حكاية متوسطة الطول تقوم على حدث أو أحداث شخصية وشخصيات يعني مستمدة الرواية هي طويلة تسرد أحداثها تقوم بها شخصيات كثيرة متنوعة تنكشف بداخلية تستمد من التاريخ يعود بناءها أو رواية اجتماعية تعتمد على أحداث وتجارب بين خبرات القص نفسها القصة القصيرة جدا ما يسمى بالأقصوصة هي جنس أدبي ينتاز بقصر الحجم والإحاء والنزع أقل طبعا هي أقصر وأقل تصل إلى بضعة أسطور طبعا هي إما تركيز على حدث أو تركيز على شخصية أو جانب من جوانب الشخصية المسرحية المسرحية أيضا فن ظهر في العصر الحديث يبني على الحوار بين الشخصيات طبعا بداية الفن المسرحي في لبنان عند مارون نقاش كما عرفنا وفي مصر بعد ذلك ظهر الفن المسرحي حينما بنى خديوي مصر دار لوبرا ثم بعد ذلك مرحلة اكتمال المسرحية حيث خرج الأدباء في دار التعبير الشعر إلى كتابها المسرحية المكتملة للعناصر رواد المسرحية في بدايتها فرح أنطون إبراهيم رمزي محمد تيمور وعد توفيق الحكيم طبعا وعلي أحمد با كثير هم الكتاب المسرحيين الذين نشطت الحركة المسرحية بسبب كتاباتهم وطبعا لذلك أنشأت بعد ذلك فرق خاصة بالجمعيات تشجع على دراس تمثيل وتأليف المسرحيات المقالة أيضا من أناصر التي ظهرت لنثر قطعة نثرية محدودة الطول يتناول فيها الكاتب موضوع من الموضوعات ظهرت المقالة في العصر الحديث طبعا ارتبطت بالصحافة ولم تعرف إلا مع ظهور الصحافة خصائصها أنها بالبساطة في التعبير وعمق الفكرة والاحتمال بالتركيز و أيضا ظهرت فيها تناقش موضوعات وقضايا اجتماعية كثيرة أشهر كتاب هذه المقالة مصطفى من فلوت وعباس العقاد وشكيب أرسلان وإحمد الزيات وطاها حسين الأدب السعودي أو الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية طبعا مراحل الأدب السعودي و كنا قد ذكرنا من هذه الموضوعات بداية من بدء الدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى حتى تأسيس المملكة 1150 إلى 1351 هذه الدعوة الإصلاحية بداية لازدهار الأدب السعودي ومبرأ أنصار الدعوة من الأدباء لتوضيح أهدافها أغراض هذه الأدب في هذه المرحلة الدعوة لتطهير الإسلام من البدع والخرافات و تأييد الدعوة و الدفاع عنها مناقشة أفكار المناوئين شعراء هذه المرحلة أحمد مشرف وسليما من السحمان و تبرز في شعرهم الجوانب التعليمية و بالعثيمين كذلك كان متعدد الأغراض و له مشاركات في مناسبات و اشتهرة بشعر المديح و تسمى بشعر هذه المرحلة بالتقليد في الأفكار و المعاني المرحلة الثانية من 1351 هجرية حتى الآن هي عوامل ازدهار أدب الحديث في انتشار التعليم في مساجد و المدارس و المعاهد و الجامعات و بداية النخضة في تأسيس المعاهد العلمية من سنة 1345 بمعاهد العلمي السعودي بمكة ثم بمعاهد العلمي بالرياض ثم التي زامن معها في ستاح المدارس و المعاهد كلية السريعة في مكة أول كلية كانت للتعليم العالي و بدأ افتتاح أن ثلاث 177 بدأ افتتاح الجامعات التي كانت جامعة ملك سعود أولها ثم استابع افتتاح الجامعات في أنحاء المملكة كثرت المطابع و المكتبات أيضا أحيات كتب التراث و يسرت على الناس خلما تاح الأدباء المملكة الاطلاع على التراث الأدبي وسائل علام أيضا منها الصحافة هذه من عوامل ازدهار أدب في المملكة التي كانت محظنا من مواهب أقدمها صحيفة الحجاز و جريت القبلة ثم توالى صدور الصحف صدر أم القرى في مكة ثم المنهل الشهرية في جدة و الرياض و الجزيرة و الرياض و في مدينة الرياض و جريت البلاد في جدة و الندوة في مكة المكرمة و جريت اليوم في الدماء شكلت المجلات الثقافية هي أهم الروافد لتغذي المشهد الثقافي السعودي كانت إحدى الإسهامات الرئيسة في الحراك الأدبي العربي عموما و السعودي خاصة و تمثل مائدة سهلة و جميلة و ميسر القارئ الذي يريد أن يطلع على بعض الكتابات للشخصيات الثقافية العربية و السعودية عبر اطلاعها على عدد من المجلات التي كانت تنشر في السنوات الأربعين الماضية و منها مجلة الفيصل و مجلة العربية و اليمامة و مجلات الأندية الأدبية قبل ذلك مجلة المنهل المجلة الأم وهي أولى المجلات و الدور الكبير الذي اطلعت به و كانت إحدى البوابات الكبرى المثقف القارئ السعودي مجلات لها دور كبير في نهضة الأدب في احتضان فنوة مختلفة منها المقال و القصة و الشعر و الدراسات اللغوية و الأدبية و النقدية و من المجلات المتخصصة مجلة علامات تصدر في يصدرها نادي جده الأدبي و مجلة دارين يصدرها نادي الشرقية و الأدوار مهمة في مجلة بيادر يصدرها أيضا نادي أبها الأدبي أسهمت الملاحق الثقافية أيضا بالصحافة في تنوع و إثراء الحركة الأدبية و من فتاحها و في ذلك تبادل الزيارات أو بقراءة الانتجاج الأدبي مما يصدر من الصحف و الكتب و المجلات النوادي الأدبية التي ترى عن نشاط الفكري و الثقافي و تعرف بالأدباء و إنتاجهم و هي على قسمين نوادي رسمية أنشأتها الدولة أو صالوناتهم يسمى نوادي هنا نوادي خاصة في استحها الأدباء مؤتمرات الأدبية أيضا و قيم في أول مؤتمر السعودي في مكة لعام 1974 و قد عمل هذا المؤتمر على دعم الحركة الأدبية في السعودية و أصبح هناك منتقيات أدبية نشرها منتقى النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية الذي ينظمه نادر الأدبي بالرياض كل سنتين و الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي و التابعة لجامعة أم القراء استحداث أيضا كرسي الأدب السعودي هذا معهما ازدهار الأدب في جامعة مملكة سعود و طبعا يتيح النشر و الطباعة و التوزيع أهدافه تعزيز الانتماء الوطني من خلال دراسات الأدب و ربط الأدب السعودي بالهوية العربية و أيضا تهيئة البيئة العلمية و البحثية المناسبة و رصد جميع الدراسات التي تعنى بالأدب السعودي و إثراء المكانة العلمية و البحثية لأدب السعودي بناء جسور أيضا التواصل بين الكرسي و لم تقتصر العناية طبعا بالأدب الفصيح بنوعي بل حظي الموروث الشعبي السعودي الدراسة و يعد الأستاذ عبد الكريم الجهيمان أواء المهتمين بتدوين التراث التراث الشعبي في المملكة العربية السعودية بس داري كتاب الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة الشعر السعودي طبعا أغراضه و موضوعاته أغراضه بداية أغراض تقليدية غزل و كان له مجال في الغزل الحسي كما عرفنا أيضا فيه خصب في الشعر السعودي و أصناف الشعراء فيه منهم من زاد شعره في الغزل و منهم من قل و منهم من كان يعني وسط مناهي الغزل طبعا نهل الشعر السعودي من الشعر الجاهلي والإسلامي والعباسي والأندلسي والمعاصر ظواهر شائع عارقة الألفاظ في الغزل وموسيقى الإيقاع والجمع من الصور القديمة المستحدثة المديح وهذا الغرض الآخر في الغرض التقليدية شعر مديح كان هو الهدف الأول لعدد من الشعراء حتى صار الانتاج فيه كثير مثل مديح تقليدي أولا وكذلك المدح بالدفاع عن الشعوب العربية في أزماتها وأيضا مواكبة المناسبات والإشادة بالإنجازات كالتهنة بدخول رمضان والعيدين واحتفالات والمهرجانات الرثاء وهو الغرض الثالث يشابه الرثاء الأدب السعودي هو الرثاء في الشعر العربي القديم مجالاته إما الشخصيات عامة وطبعا في رثاء الملوك ورجال الدعوة والوزراء والعلماء أو رثاء المدن عند الحديث طبعا عن رثاء المدن في الأدب السعودي الحديث هنا عن النكبة الدرعية الرثاء الشخصي أيضا ظهر من الرثاء الشخصي الذي يتناول أقارب الشعر وأفراده ثم ظهرت موضوعات حديث هذه الموضوعات التقليدية هنا موضوعات حديث التي ظهرت في الأدب السعودي قضايا الاجتماعية تصوير شؤون المجتمع ونقده وقضية المرأة والدعوة للتمسك قضايا الوطنية السياسية وهي التغني بحب الوطن والإشادة به والحنين إليه وأيضا تناول أدباء عدل من قضايا السياسية المجتمع على وجه خصوص من أبرزها حرب الخليج الثانية التي نظر فيها كثير وكثر فيها الشعراء الاتجاهات الفنية في الشعر السعودي عندنا اتجاه تقليدي محافظ ظهر في ابتداء من قرن الرابع عشر هجري وذلك صلة الشعراء بالتراث مما تضح في شعرهم من أمثلته طبعا تأثر بن عثيمين مثلا بقصيدة أبي تمام في قصيدة العز والمجد في مدح الملك عبد العزيز هذا الاتجاه في ثلاث أنماط نمط المقلدين من شعر العصور المستابعة ونمط النظامين الذين خلطوا الشعر بالعلم ونمط شعراء الديباجة الذين عادوا نقاء الشعر وخففوا من البديل سمات الاتجاه التقليدي لأسلوب الرصين ذوابان شخصية كثرة إراد أسماء الأماكن والأشخاص صفاء ليقاع طول النفس الصور كثرة اقتباسات العناية لموضوعات القديمة اتجاه الآخر هو المزاوجة بين القديم بين محافظة والتجديد وشكل هذا اتجاه محطة انتقال من القديم إلى الجديد ويقوم على المزاوجة بين ذلك فله بالمحافظة الديباجة الصافية وله من التجديد تنوع في الموضوعات والتنوع في الموضوعات سماته يتميز بالحنين الأساليب القديمة والاكثر من الاتزام القافي والبحر الواحد والاقتباس من الشعر القديم وبخاصة في شعر الغزل وتأثر بالمذاهب الجديدة كأبولو والمهجريين ومواكبة الأحداث العربية كاحتلال فلسطين وثورة الجزائر ومعالجة قضايا المجتمع ومشكلاته كقضية المرأة والفقر ونقد المجتمع طبعا شعراءهم في المزاوجة كثر على فئات في اتجاه تجديدي هذا الحديث واكب اتجاه تجديدي هنا الاتجاه السابق حتى طغى على ومره بثلاث مراحل مرحلة الأولى من أول مجددين شاعران في المضمون حاول تجديد والآخر في الشكل لما أحمد العربي اهتم بالشعر الاجتماعي ومحمد عرف قد استأثر بشعراء المهجر بالابتعاد عن الخطابة والمباشرة في المرحلة الثانية محمد حسن عواد في تجديده في طور المحاولات لدروب معبدة طبعا وأسمى طبعا هنا لم يخرج طبعا على الجيل الأول وإنما زاوج بين التجديد ومدرسة أبولو والديوان في المرحلة الثالثة ظهور جماعة من الشعراء اهتموا بشعر الاجتماعي ورسلوب الذاتي كتعبير عن قضايا الإنسانية وكان أبرزهم سعد البواردي الشعراء الاتجاه طبعا هم كثور وتحدثنا عنهم وذكرنا ذلك واهتموا بقضايا المجتمع إلى جانب اهتمام بقضايا الإنسانية كالحرية ومحاربة التمييز سماته اتجاه تجديد يتأثر بالأدب العربي بخاصة الرومانسيين والتجديد في الأساليب كتعالف الصور وربط المعاني أسلوب القصصي والرقة والتجديد في موسيقى الشعر التجديد في المضمون في التجربة الذاتية وأيضا في الاهتمام بالقضايا الوطنية واهتمام بالقضايا الإنسانية واتمان بأمورها المجتمع الواقعية النثر السعودي ظهر نوعان في القصة والرواية طبعاً ازدهر نثر تنوع بين المقالة وفن القصة بأشكالها مع وجود تفاوت طبعاً ظهر طبعاً أيضاً السيرة الذاتية وادب الرحلة وفن المسرحية لكن ليس كالقصة والرواية وكذلك أيضاً المقالة فن القصة والرواية طبعاً القصة مرت بثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي فيها قصة التوأمان لعبد القدوس الأنصاري المرحلة الثانية هي بداية إثبات الذات وظهر طبعاً قصة حمد دمنهوري بلوايته ثمن التضحية ومرت الأيام في المرحلة الثالثة هي مرحلة التطور والتجديد وظهرت قصة كثيرة في كثر الدوامة والمتغيرات الجديدة لعصام خوغير تعدد اتجاه القصة في الواقعية الاجتماعية غالب المفرج وقصة عبدالله بوقس خدعتني بحبها إلى آخره من الأمثلة التي ظهرت في القصة السعودية أيضاً منهج التحليل نفسي للشخصيات ودوافعها وعاطفها وإليحاء الرمزية هذا في القصة خصاص السرد في القصة كثرة القصص تصوير البيئة المحلية والتحليل نفسي للشخصيات والتنوع في المضامين استعمال أسلوب الحوار الداخلي بما يسمى بالاستبطان والاهتمام القصص ومسايرة القصة المسيرة الوطنية ونظرة روايات الخيال العلمي وارتقاء أسلوب القصص والروايات وسموه اللغة مع تكثيفها المقالة مرت كذلك بثلاث مراحل مرحل أولى البدايات ارتبطت المقالة السعودية الأذبية بصدور الصحف منها القبلة هذه في مرحلة الأولى ثم بعد ذلك في مرحلة الثانية إلى ما بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية ومنها صدر 1381 إنشاء ثمانية مؤسسات منها الجزيرة والرياض ومجلة الإمامة والدعوة إلى آخره تميزت طبعاً هذه المقالة في هذه المرحلة الثانية بأسلوب الصحفية وبحث عن الجديد وكثير من الصور في مرحلة الثالثة ومرحلة الانطلاق شهدت مقالة طور أدبي ملموس في مرحلة الطفرة وساعد على ذلك بروز عدد من الصحف بملاحقها ودى لازدهار المقالة الأدبية والنقدية وحضور تيارات أدبية ونقدية كثيرة في هذه الساحة هذا ما أردنا أن نورده في الإثراء الثالث نسأل الله لكم التوفيق ونتمنى أن تكون قد استفدتم من هذا المنهج ونسأل الله أن يكون هذا المنهج فاتحة خير حتى لقراءاتكم الكثيرة في المستقبل هذا وصلى الله وسلم على بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين